السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله ومرحبا بكم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ووالديهم وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فقد ذكرتم رحمكم الله تعالى بسندكم إلى الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وذكرتم بأسانيدكم إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه قال فصل وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية ويعوده الصيانة في جميع أموره الباطنة والجلية ويحرّضه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف ويبارك الله له في علمه وحاله ويوفق في أفعاله وأقواله نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ورسول الله على آله وصحبه ومن ولا وبعد أيها الأحباء والإخوة السلام عليكم ورحمة الله أيهاكم الله ونسأل الله لنا ولكم تمام العافية ونسأل الله أن يفك يعني عقد ألسنتنا ويطهر قلوبنا وينير أبصارنا وبصائرنا إنه ولي وذلك والقادر عليه لا نزلعه الأحباء في ما ينبغي وما يجب على المعلم ما ينبغي وما يجب ما هو دور المعلم اتجاه المتعلمين دوره ينقسم بين ما هو واجب وبين ما هو مرغوب مطلوب والذي جاء على ذكره الشيخ خالد هنا مجموعة من ابن صايا من الإمام النووي رحمه الله للمعلم أن يتدرج بالمتعلم فلا يمكن أن يعطى العلم كله في لحظات واحدة وقد قيل قديما قيل أن العلم لو أعطيته كلك أعطاك بعضه لو أعطيته كلك أعطاك بعضه وقد كان المحدثون أهل الحديث يقولون عبرة شهيرة عندهم يقولون من المحبرة محبرة التي فيها المداد يعني من يكتبون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويجمعونه يقول من المحبرة إلى المقبرة من المحبرة إلى المقبرة وكثير منهم وعلى الأسئل من الإمام النووي كما مر معنا في المجلس الأول في تعريفه يعني عاهد إلى تلميذه ابن العطار أن يصحح كتبه ويرى ما فيها وقال الإمام بن العطار أنه فعل شيئا من ذلك في حياة شيخه وقد توفي الإمام النووي هذا يدلكم على أن الإنسان لا يمكنه أن يحيط بالعلم كله ولذلك المعلم ينبغي عليه إذا جاءه المتعلم أن يبدأ به ويتدرج به شيئا فشيئا ولا أدل ولا أصلح ولا أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم وسيلته فإنه عليه الصلاة والسلام تدرج بأناس كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعبدون تماثيل صغيرة وكبيرة ومتوسطة يعني كما هي الجوالات عندنا الآن لا يوجد إنسان إلا ومعه جوال وجوالان ولوح رقمي وكذا فهؤلاء الناس الذين جاء عندهم النبي عليه الصلاة والسلام كان لهم آلهة متنوعة بين الصغير والكبير وكذا وحول الكعبة يعني من غير المعقول أن يقول لهم حرام وكذا إنما بدأهم شيئا فشيئا أولا عليه الصلاة والسلام ركز في قلوبهم النبوة ولذلك قام في الناس خطيبا وقال يعني لو أخبرتكم أن وراء هذا الوادي جيشا أتى لاستعصال شأفتكم فقالوا له قال كنتم مصدقي قالوا له ما عهدنا عليك كذبا فقام عليهم الحجة يعني أنه لا يكذب ثم قال أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام ثم بدأ يغرس العقيدة السليمة يعني المشكلة الوحيدة التي بيني وبينكم هي أنكم لا تعبدون الله وحده المشركين كانوا يعرفون أن الله هو رب إبراهيم الكعبة وكانوا يخشون من الدعاء عليهم كما فعل النبي لما آذوه عليه الصلاة والسلام وهم كبار المشركين لكن مشكلتهم أنهم كانوا يعبدون مع الله غيره حتى كان الطائف يطوف على الكعبة المشرفة يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا ملكته وما ملك فكانوا يعتقدون أن هذه الآلهة المتخذة هي أصلا مملوكا لله فهنا قام النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج بهم فمن أراد الله به النجاة وهذا الكلام طويل طويل جدا وهو الإسلام هو الإسلام هو الإسلام فقام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس فمن أراد الله به خيرا أخذ بنصيته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أراد به غير ذلك فذهب إلى كما يقال إلى مزبلة التاريخ ومنه إلى نار جهنم وبيئس المصير فلما استجاب له هؤلاء المصلحون الطيبون على ضعف وقلة وخوف وفزع وجوع ورمتهم العرب بقوس واحدة تدرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا فلم يكلفهم ما لا طاقة لهم به وإنما عمل عليه الصلاة والسلام على أن يركز فيهم العقيدة الصحيحة وأن يخوفهم بالله ويصنع لهم سبحان الله في قلوبهم يعني خضوعا لله سبحانه وتعالى ثم جاء التحريم حرام كذا حرام كذا والذي قالت سيد عائشة جاء للإسلام والخمر كانت حلم أنت مباحق قالت رضي الله عنها ولو قيل للناس إن الخمر حرام من أول وهذا لما استجاب أحد بل عندنا حتى قصة علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ناقتين ناقتين يعني بالمعنى الحالي سيارتين أعطاه ناقتان وكان علي بن أبي طالب يتجهز لعرصه بالسيدة فاطمة وتوعد مع أحد اليهود على أن يعني يذهبان لإحضار الإذخر وكذا يقول فكان يعني يمن النفس ويعتني بهاتين الناقتين فقال لم يفجأني ولم يفجأني إلا أنه أخبرته أن الناقتان قد قتلت بقراتا وأخرجت حتى أكبادهما وقطع سنامهما يعني تم تدمير السيارتين كما يقال بالمعنى الحالي قال فأسرعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لي أن حمزة من العبد المطالب هو من فعل ذلك قال فأسرعت إلى النبي وأخبرته وقال فعليم النبي ما بي فقام معي إلى البيت الذي كان فيه حمزة ومن معه وكانوا سكارة سبحان الله وكانوا قد شربوا حتى سكروا الخمر لم تحرم إلا في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يشتد ويعاتب حمزة وحمزة قد أحمرت عينها سبحان الله حتى أحمرت عينها يعني من الثمالة سبحان الله وجعل ينظر إلى النبي في قدمه ثم في ركبته ثم في سرته ثم رفع إلى وجه النبي وقال هل أنتم إلا عبيد أبي فعلم النبي أن الخمر قد أخذت به وبمن معه فجعل النبي يمشي ألقاه قرى حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت حريم الخمر النهائي ولذلك أنا أطلت في هذه النقطة حتى نبين أنك أيها المعلم عليك أن تتدرج بهذا المتعلم الذي جاء عندك فإذا كنت ترى فيه قوة في الحفظ لا بس أن تأذن له أن يحفظ أكثر من وجه ولكن عليك أن تشجعه قبل ذلك إلى إخلاص النية وثانيا إلى تعظيم القرآن الكريم وثالثا أن تبشره تقول له إذا كنت صالحا فإن صلاحك سيفيدك ويفيد ذليتك من بعدك هنا قصة شيخ خالد لا أدري هل تسمحوا لي أن أذكرها إلا أنا أخشى أن أطيل على الإخوة شيخنا نستأذنك إذا ما تستأذننا الله يحفظ لا أتكلم وأعد للدقائق ودي الإخوة إن شاء الله ما نكثر عليهم طيب هناك رجل أيها الأحبة رأى هذه قصة غريبة والله سبحان الله رأى فيما يرى النائم هذا الرجل رأى نفسه أنه يمشي في أحد الأزقة في قرية من قرى السعودية طيب لن أسمي حتى لا أحرق القصة طيب هذا الرجل يمشي في الظلام قال وفجأة التقى برجل فأعطاه فانوسا مضيئا فعاد به فلما قام هذا الرجل ذهب إلى مفسر وقص عليه القصة فقال له سيخرج يعني من ذريتك رجل عالم فهذا الرجل صاحب الرؤية ولد له ولد فسماه محمدا عفوا فسماه صالح أنا آسف سماه صالح وعمل على إصلاحه والولد على كل حال بلغ شأوا من الصلاح لكنه لم يصر عالما والرؤية الحق لا بد أن تتحقق فيشاء الله سبحانه وتعالى أن هذا الصالح الرجل اسمه صالح يولد له ولد يصير أحد كبار علماء المسلمين في عهده وبعد مماته وهو محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله فسبحان الله نعود إلى ما كنا بصدده التدرج يبني لك العلماء ويخرج لك الفضلاء لكن سبحان الله لو أخذت هذا المتعلم فبدأت معه بصعاب الأمور ومسائلها سيفرد من أول يوم ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدرج بالناس ويعلمهم شيئا فشيئا ولذلك نجح عليه الصلاة والسلام ومن أراد النجاح فعليه بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم نختم هذه الفقرة الجميلة بخير من كل ما كنت أقوله بقول الله تعالى واتقوا الله اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية نسأل الله نحفظنا وإياكم واتقوا الله ماذا بعدها يا شيخ خالد إذا اتقيتم الله ماذا سيحصل لكم واتقوا الله ويعلمكم الله الله يزيك الفردوس الأعلى من الجنة واتقوا الله ويعلمكم الله ولذلك نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يعلمنا ويزيدنا علما وفضلا اللهم آمين نعم شيخ خالد أحسن الله إليكم فصل يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية وأن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإطرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخشى عليه فتنة بإعجاب أو غيره ومن قصر عن نفه تعنيفا لطيفا ما لم يخشى تنفيرا ولا يحسد أحد هنا الإمام النووي رحمه الله يتحدث عن خطوات مهمة لابد للمعلم أن يكون حريصا على فعلها الحقيقة في النسخة التي عندي يعني قبل أن يبدأ في هذا الفصل وتحدث عن فصل قضية التعليم وأنه فرض كفاية يعني إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين فتعليم الناس تعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن هناك من يصلح لهذا التعليم إلا شخص واحد تحول في حقه إلى فرض عين ولذلك أيها الأحبة التعليم هو وظيفة الأنبياء والمرسلين فالمعلم يدور بين فرض الكفاية وفرض العين ثم قال كما قرأ الشيخ خالد رضي الله عنه بدأ الشيخ الإمام النووي رحمه الله يبين لنا دقائق الجلسات كيف تكون سبحان الله كيف تدار الجلسات فإذا جلست أيها الأخ الكريم أيها المعلم أيتها المعلمة إلى هؤلاء الذين أقبلوا عليك وقد سميناهم في الدرس الماضي بأبطال العالم سميناهم بأبطال العالم وهم سبحان الله يجالدون هذه الدنيا وما فيها كبارا وصغارا فإذا جلسوا إليك فأريهم من نفسك عناية ورعاية ولذلك إذا جلست أيها الأخ الكريم يعني أعطي كل الذي حق حقه وكان العلماء كما كان الإمام نافع رحمه الله كان يأتي إلى المسجد فيجلس ويقول من أتى أولا فليقرأ لا محابات ولقال هذا يقرأ مجانا وهذا يعطيني الفلوس المال يعني هذه قضية الفلوس والمال تحدثنا عنها المرة الماضية ولا نزال نتحدث وسوف نتحدث عنها لأنها سيف ذو حدان للأسف الشديد فممكن أن بعض الناس قد يداهن أصحاب الأموال نعم أو قد يداهن أصحاب المسؤولين وهذا في الحقيقة لا ينبغي على المعلم أن يتقل له أنت أيها المعلم في حد ذاتك اتقل له أنت أعلم بما تفعل طبعا بعض المعلمين ربما قد يقدم أصحاب المسؤولين هذا على غيرهم لو سألته يقول لك لأن هؤلاء أنجب هؤلاء أنجب فالمعلم يتقل له على كل حال وإذا جلس في المجلس فعليه أن يفرغ قلبه ما تجلس ما تجلس أمام الطلاب سبحان الله وأنت ماسك الجوال وتبعث الرسائل وتكلم فلان وفلان أقبل عليهم كما أقبلوا عليه أقبل عليهم كما أقبلوا عليك ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما سبحان الله نذهب ونعود نذهب ونعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عندنا منهج آخر أو طريق آخر كان النبي عليه الصلاة والسلام مرة جالسا فدخل عليه رجل وقال يا رسول الله إني أسألك أنا رجل أبحث عن أسئلة عن ديني فعلمني فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك خطبته ترك خطبته قال وأقبل علي سبحان الله أقبل علي ووضع له كرسي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وجلس النبي سبحان الله وجعل يعلم الرجل أقبل على الناس وإذا رأيت من أحدهم سبحان الله ضعفا أو أنه لا يستطيع أن يحفظ أو لا يستطيع أن يستوعب ويحتاج أن يكتب فاسمحناه بالكتابة يعني قد يكون أضعف الناس وقد حصل هذا الأمر كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وهو يخطب جاء رجل يعني كبير في السن من أهل اليمن الحبيب وقال يا رسول الله يعني أنا كأنه يقول أنه ما يستوعب الكلام الذي يقل الآن وربما ينساه إذا أراد أن يبلغه إلى غيره فقال لو أنكم تكتبون لي فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمه وقال أكتبوا لأبي فلان فالذين يأتون إليك من المتعلمين أيها المعلم ليسوا على درجة واحدة ليسوا على درجة واحدة وإنما هم يعني يتفوتون في مستواهم الاجتماعي والعلمي وعليك أن تراعي كل هؤلاء حتى لا تفقد أحد هناك حديث هناك حديث جميل للنبي صلى الله عليه وسلم كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميلة جدا يقول إن مثلي ومثلكم إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نار فلما أضاءت ما حوله جعل يعني الذباب الهوام يقعن في النار فقال أنا مثلي ومثل هذه الأمة كمثل هذا الرجل يدفع هذه الهوام من الوقوع في النار فلا تحترق قال وأنا آخذ بحجزكم يعني أحاول أن أمنعكم بشدة وبقوة وأمسككم حتى لا تقعون في النار للأسف شديد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تغلبوني فتقح عمون فيها عليكم السلام ومعطل الله ولكنكم تغلبوني فتقح عمون فيها يعني في النار فأنت إذا جاء جاءك هذا الطلاب بالإضافة الإخلاص الذي خلاص تحدثنا عنه أنت ترعي قلبك الحمد لله إنوي يا أخي لعلك سبحان الله تكون سببا في نجاة هؤلاء المتعلمين من النار ومن يدري ومن يدري يا أخي لعل هؤلاء المتعلمين قد يخلصون نيات ويصلح الله حالهم يا أخي قد يشفعون لك في القيامة قد يشفعون لك في القيامة يقولوا يا ربي هذا كان يعلمنا القرآن اللهم شفعه فينا أو اللهم معفو عنه فأنت متى ما أخلصت النية وطبعا هناك نقطة مهمة جدا وهي لا تحتقر الطلاب قد يأتيك طالب سبحان الله ربما عنده تأتى تقطع في الكلام صوته ليس حسنا هذا الأمر ليس منه هذا الأمر من الله فإنك إن سخرت منه بعينيك أو بنظرتك أو بضحكة أو بسمة شريرة فإنما تسخر من الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى يريد أن يتعلم وكان النبي مشغولا برؤساء الكفار مشغولا برؤساء الكفار لأن هؤلاء الرؤساء متى ما أسلموا أسلم من تحتهم النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يسلم الجميع فهذا الرجل جاء يطلب أن يتعلم لكنه في تقدير سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الوقت المناسب لماذا؟ لأنه رجل من الضعفاء والمساكين وهؤلاء رؤساء الكفر أصحاب التكبر والفخفخة ها؟ إذا رأوا هذا يعني يقولوا له هذا لا كأنهم سيسخرون منه ويزداد نفورهم فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى لو أن هذا الرجل لم يأتي الآن لذلك عابس عابس يعني كأنه أصابه شيء من الحزن وليس السخري ينتبه ومع ذلك عتبه الله قال الله تعالى عابس وتولى أن جاءه الأعمى وعاتبه الله إلى أن قال له وما يدريك لعله يزكى أو يذكره فتنفعه الذكرة أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها كلا إنها تذكرة سبحان الله إلى آخر الآية الكريمة فكان بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذا الرجل الأعمى ابن أمي مكتوم يقول أهلا بمن عاتبني ربي فيه سبحان الله أهلا بمن عاتبني ربي فيه فإذا جلس إلى هؤلاء المتعلمين فإياك أن تفسد نياتهم وإياك أن تفسد عملهم بانشغالك عنهم أو بتفضيل بعضهم بعضا على غير وجه الحق سبحان الله وعليك إذا وجدت من طلابك أو بعضهم على كل حال نجابة بعض الطلبة يكونون نجباء جدا عندهم قوة حافظة عندهم قوة خطابة عندهم قوة عجيبة جدا يعني محياة غريب سمته عجيب تجده طفلا صغيرا أو شابا لكن تحس كأن رجلا كبيرا محبوسا في هذا الجسد الصغير فأنت وظيفتك كما قال إمام النووي وظيفتك أن تخرج الخير الموجود سبحان الله لعل هذا الإنسان أو هذا الولاد أو هذا المتعلم أو هذه المتعلمة الكلام عام على كل حال ربما أن ينجح ويصل إلى الدرجة التي كنت أود أن تصلها ولم تصلها ولكنك ستأخذ نفس الأجر سبحان الله الدال على الخير كفاعله من سن في الإسلام سنة يعني من فتح طريقا إلى سنة مهجورة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة بعض المعلمين للأسف شديد يا شيخ خالد وأنا أتحدث يعني بحرقة بعض المعلمين عموما يعني معلم القرآن أو غيره قد يجد ومعلم القرآن طبعا بدرجة أولى لشرف ما عندهم قد يجد من طالبه كما قلت لكم براعة وقوة المادة الخامة موجودة من صوت أو حافظة أو قوة أو قوة خطابة ماذا يفعل فيعمد سبحان الله إلى إطفائه وتكسيره وتحطيمه ولا تسأل عن عدد المواهب والنخب التي كان من الممكن أن تنفع المسلمين والإسلام ولكنها أطفئت بسبب جهل معلمين أو جشعه بل يشخ خالد بل حسده بعض الناس قد يحسد طالبهم سبحان الله العظيم هذه مواهب من الله سبحانه وتعالى وقد أنشدتكم سابقا أبياتا في ذنب الحسد يقول صاحبها أو قائلها أو نظمها ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله سبحانه لأنك لا ترضى لما وهب فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب نسأل الله السلامة والعافية نعم يا شيخ خالد السلام عليكم شيخ خالد عذرا فعلا أنا في فقرة ما قرأتها لعلي أقرأها فصل تعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم وامتنعوا كلهم أثموا وإن قام به بعضهم سقط الحرج عن الباطين وإن طلب من أحدهم فامتنع فأظهروا الوجهين أنه لا يأثم لكنه يكره له ذلك إذا لم يكن له عذر أصل يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم مؤثرا لذلك على مصالح نفسه الدنيوية التي ليست بضرورية وإن يفرغ قلبه في حال جلوسه لإقرائهم من الأسباب الشاغلة كلها وهي كثيرة معروفة وأن يكون حريصا على تفهيمهم وأن يعطي كل إنسان منهم ما يليق به فلا يكثر على من لا يحتمل الإكثار ولا يقصر لمن يحتمل الزيادة ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره نعم يا شخص نعم سبحاني على المقاطع هذه عبارة مهمة لا أريدها أن تضيع الإخوة ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم بعض الإخوة بعض الناس وكلنا طلاب قرآن قد يتوقل في حفظ القرآن ما شاء الله تبارك الله لكنه إذا عاد لما كان حفظه لم يجده فهو كإنسان يمشي على جسر يسعى إلى الأمام والجسر من وراءه يتقطع فكونك تحفظ ما تيسر كثر أو قل ولكنك تستطيع استحضاره بنسبة 70% 80% 90% 100% هذا والله أفضل من أنك تواصل للحفظ ثم إذا وقفت لم تجد للسابق ولا اللاحق ولذلك قيل المحافظة على الموجود المحافظة على الموجود خير من الجري وراء المفقود وبعض الناس يقول لك لا يا أخي أنا أريد أن أختم القرآن نعم إن شاء الله ستختم القرآن الكريم ولكن أيهم أفضل تختم القرآن الكريم وهو معك في صدرك وفي قلبك أو تختم القرآن ويقال عنك خاتم للقرآن إن شاء الله وأنت مخلص على كل حال ولكن إذا أدخلت يدك إلى قلبك لم تجد شيئا من القرآن أيهم أفضل لا شك أن الأمر الأول ولذلك هو مشروع مشروع عمر وأنا أقول كلمة على كل حال وأنا لست بعالم على كل حال أقول لإخواني ولنفسي ولإخوتي الذين معي في الحلقة نقولهم لا تستعجلوا نحن إن شاء الله تعالى سنظل نقرأ ونحفظ ونراجع إلى أن نموت خلاص الأمر سهل سنظل نقرأ ونراجع ونحفظ إلى أن نموت والله قد كتب الأعمار سبحانه وتعالى لن نتوقف عن القراءة إن شاء الله تعالى لن نتوقف عن المراجعة إن شاء الله تعالى لن نتوقف عن الحفظ إن شاء الله تعالى قد نموت فلعل الله سبحانه وتعالى يكتب لك من الأجور ويوصلك إلى درجات لم تكن تتوقعها ولا تنوي أن تصل إليها نعم شيخ خد أعسنا الله إليكم قال رحمه الله تعالى ويأمرهم بإعادة محفوظاتهم ويثني على من ظهرت نجابته ما لم يخش عليه فتنة بإعجاب أو غيره ومن قصر عنفه تعنيفا لطيفا ما لم يخش تنفيره ولا يحسد أحدا منهم لبراعة تظهر منه ولا يستكثر فيه ما أنعم الله تعالى به عليه فإن الحسد للأجانب حرام شديد التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزلة الولد ويعود من فضيلته إلى معلمه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الثناء الجميل والله الموفق نعم 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 أحسنت أحسنت العبارة الأخيرة جميلة جدا وهي تحكي باختصار تاريخ الإسلام تاريخ أعلام الإسلام الإمام الشافعي من شيخه يا شباب يا فضيل الشيخ خالد الإمام مالك سبحان الله الإمام الشافعي صار إمام أهل الدنيا وشيخه الإمام مالك فللإمام مالك إن شاء الله تعالى أجر متواصل نفس الأجر الذي أخذه الإمام الشافعي لأن الإمام مالك علم الإمام الشافعي الإمام الشافعي علم الإمام أحمد سبحان الله حتى هذا الإمام الشافعي له قصة جميلة جدا مع الإمام أحمد أنا أخذ منها عبارة واحدة فقط حتى لا نطير وهي أنه جلس لما كان قد دعاه الإمام أحمد إلى بيته فجلس وأكل كثيرا كثيرا فلما سئل في ذلك قال علمت وما أجملها من عبارة هذه من الشيخ لطالبه قال قد علمت يعني أن الإمام أحمد كسبه حالان حالان وأحببت أن أستكثر من طعام كسبه حلال سبحان الله والإمام أحمد أيها الأحبة لاحقا سيكون له شأن عظيم جدا ويجمع مسنده حديث يعني مسند الإمام أحمد في حوالي تقريبا 40 ألف حديث الإمام أحمد لما يموت سيسلموا 20 ألف من اليهود والنصارى بسبب جنازته يرون جنازته فقط فأسلموا بسبب ذلك الإمام أحمد في آخر حياته يأتيه رجل كبير في السن ويقول دلوني على أحمد فيقول أنا هو فيقول إني رأيت إني رأيتك أن القيامة قامت وجمع الناس لميقات يوم معلوم قال وانبعث صوت من العرش من العرش يقول أدخل أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله الجنة يقول هذا الشيخ يقول فقلت إلى ملك جنبي من هؤلاء فقال أحمد والشافع وذكر غيرهم فسبحان الله أيها المعلم إذا وصل متعلمك إلى درجات علا وقد كانت نيتك خالصة فأبشر أبشر أبشر إنك جسر يقود إلى الجنة إنك جسر يقود إلى نهضة إسلامية وإذا كانت هذه نيتنا والله فإننا سبحان الله لن ينقطع أجرنا سواء جاهلنا الناس أو عرفونا ما دام أن الله سبحانه وتعالى طلع على نيتنا وعلم أننا كنا في ذلك مخلصين ولا نريد إلا أن نعلم الناس كما قال الإمام أحمد قال العلم لا يعدله شيء العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قيل كيف تصح نيته يا أبا عبد قال ينوي بهذا العلم ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم نعم أحسن الله إليكم فصل في الاعتناء بالطلاب وترتيب وترتيب تقديمهم ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه وينبغي أن يظهر لهم البشر وطلاقة الوجه ويتفقد أحوالهم ويسأل عن من غاب منهم نعم كما حصل في القصة الشهيرة التي عندنا قصة عثمان بن ورش عثمان بن سعيد الشهير بالإمام ورش عندما ذهب من مصر إلى المدينة النبوية ليقرأ قال سبحان الله شاب غريب خرج من مصر ليس للتجارة ولا لغير ذلك إنما لقراءة القرآن الكريم وإذا سبحان الله الإمام نافع لا يرى قال لك لا يرى لا يرى من كثرة الناس المتزاحمين عليه وكان لا يقرأ الإمام نافع إلا فيما أذكر ثلاثين آية طالب يجلس عنده يقرأ ثلاثين آية فقط لا يزيده عليها هذا من شدة الزحام الذي كان عنده طيب ماذا يفعل هذا الشاب لا يوجد فنادق ولم يأتي للعمل ولم يأتي للتجارة ولم يأتي لغير ذلك جاء يقرأ القرآن لكن أن له ذلك الإمام نافع يجلس يقول من أتى أولا فليقرأ أو من جاء أولا فليقرأ فلما يأس من أن يقرأ على الإمام نافع ذهب إلى دل دلوه الطيبون إلى كبير الجعفريين آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال إني شاب جئت من مصر ليس للتجارة ولا لغير ذلك وإنما جئت لأقرأ القرآن الكريم فخرج معه كبير الجعفريين وذهب إلى الإمام نافع بجلالة قدر الإمام نافع رحمه الله وهو الذي كان عندما يقرأ الناس يخرج ريح المسك من فمه سبحان الله كرامة له قال له قال له نريدك أن تحتال له يعني حيل حلال نريدك أن تحتال لهذا الغريب هذا الشاب الغريب ليقرأ أولا قال قال فقال لي الإمام نافع هل تستطيع أن تبيت في المسجد مسجد نبوي هل تستطيع أن تبيت في المسجد قال نعم فبات فلما جاء الإمام نافع إلى الدرس طبعا أول واحد كان عثمان سبحان الله لاحظوا أن مع جلالة قدر الإمام نافع ولم يستطع ولم يجرؤ أن يقدمه على أحد من الطلاب حتى لا يقع في إثم وهو أخذ حقوق سبحان الله سيرة عظيمة جدا للعلماء الأجلاء مأخوذا من مشكلة النبوة نأخذ منها الخير الكثير فقال من أتى أولا فليقرأ فبدأ الإمام عثمان هذا الشاب بدأ يقرأ وإذا صوته جميل جدا يمد ويغن وله صوت يعني يأسر القلوب فجعل الناس بعد أن عرفوه يعني جعل هؤلاء الشباب هؤلاء الطلاب سبحان الله رضي الله عنهم جزاه الله خير ماذا يفعلون شيخ خالد يتنازلون عن عشر آيات أو خمس آيات من نصيبهم يقول الطالب يا شيخي يا إمام نافع رضي الله عنك أتنازلوا له بخمس آيات أو عشر آيات فجعلوا يهدونه لا زهدن في القرآن ولكن تشجيعا له جعله يهدونه خمس آيات عشر آيات من نصيبهم فيقرأ ويقرأ ويقرأ فسبحان الله وصل الإمام نافع نعم وصل الإمام نافع إلى درجة سبحان الله لا نزل نذكره ندعو الله له ونترضى عنه شيئنا ما بينه قلوا رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق وهكذا فهذا هو العمل وهذا هو الاستثمار المطلوب أن يكون من المعلم ولا يقول أحدكم أن والله القديم أو الأول ما ترك للآخر شيئا لا الجنة جنة الله يعني يدخلها تسع الأولين والآخرين هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن إذا دخل أهل الجنة الجنة نسأل الله أن نكون وإياكم والمسلمين منهم في الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب جاء في الحديث أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة باقي فيها متسع يا عبد الله باقي فيها متسع فينشئ الله لها خلقا يعني يخلق الله لها خلقا لم يعملوا قط فيدخلهم إياها سبحان الله فهل أمو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنة عرضها السماوة والأرض بالمناسبة هذه العبارة لها قصة شهيرة ولن أذكرها لأنني فعلا أطلت اليوم نسأل الله أن يعفوه عننا وعنكم تفضل يا شيخ لا هذا كذا شوقتنا يا شيخ قل لنا يا القصة طيب كنا وعدناهم أننا لن نطيل نحن نتحدث أو أنا أتحدث وأثرثر منذ أكثر من 38 دقيقة وقد وعدناهم أن لا نتجاوز لأربعين دقيقة أو خمسة وأربعين دقيقة كل خير إن شاء الله ما تقول الله يعطيني القصة هذه القصة في معركة بدر هذه القصة حصلت في معركة بدر لما جمع الله المسلمين والمشركين في أول صراع دموي وسبحان الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف حصلت مجموعة من قصص الحب والغرام أي نعم قصص الحب والغرام التي لا تتكرر ولن تتكرر ولن يفهمها إلا الذين يعني في وضعنا إلا الذين قرأوا السيرة وتذوقوها وهي قصص حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم خيلوا أيها الحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده يعني يعود أو كذا يسوي به الصفوف كما يسوي صفوف الصلاة فأصاب رجلا في بطنه كان متقدم قليلا أصابه في بطنه فقال له استوي يا سواد نعم أظن اسمه سواد رضي الله عنه سواد من غزين نعم رضي الله عنه أرضاه قال استوي يا سواد يعني كأنه طعنه بهذه الخشبة الصغيرة في بطنه فقال له الصحابي قال يا رسول الله أوجعتني أوجعتني فأقدني يعني أريد القصاص يعني أريد أن أفعل لك مثل ما فعلت لي هذا دين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه قال استقد يا سواد فسواد رضي الله عنه ماذا فعل قال لك قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني احتضنه بشدة كبيرة والنبي عليه وسلم يعني متفاجئ فقال له ما حملك على أن تفعل ذلك يا سواد قال يا رسول الله قد حضر ما ترى ألف أو تسعمائة مقاتل ونحن تلتمية وبضعة رجل قد حضر ما ترى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني أني متأكد بنسبة كبيرة أني مقتول فوديدت أن يكون آخر عهدي أن يمس جلدي جلدي جلدك الموقف الثاني في نصر المعركة عمي بن الحمام أظن رضي الله عنه أرضه في يده تمرات في يده تمرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل مسلم محتسب صابر مقبل غير مدبر إلا أدخله الله الجنة هلموا أو قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يأكل تمرات يا شيخ خالد تمرات كم يستغرق أكلها ثم قال لأصحابه قال لئن أنا عشت لأكل هذه التمرات يعني لأنهيها ثم أدخل للقتال إنها لحياة طويلة ثم ألقى التمر ودخل للقتال فقاتل حتى استشهد رضي الله عنه أرضه هؤلاء هم القدوات الذين نريدهم لنا أيها الأحبة هذه موقف السيرة النبوية التي لابد أن تقرأ وتعاد وتكرر وتسقل بها الشخصيات يعني تقرأ على المتعلمين وتقرر لديهم فيصيل الإنسان لسانه سيالا وقلمه سيالا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم المشكلة أن الآن الناس تعلقت بألعاب الإلكترونية وقصص الحب والغرام والخيال والضمار والهلاك وتجد الإنسان يصرف جهده في مشاهدة ربما سلسلة معينة مليئة بالكفو والإلحاد سنوات كان فيه مسلسل في أحد السنوات استمر حوالي خمسة وعشرين سنة يا عباد الله خمسة وعشرين سنة تقريبا استمر هذا المسلسل حتى الممثلون كبروا وماتوا وصاروا يمثلونهم وربما وأبناؤهم وكله مسلسل كله مليء بما لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى خمسة وعشرين عام لا إلا الله فحين أنك تجلس اليوم اليوم نحن نجلس أنه الشيخ خالد والله على الجمر لا نريد أن نطل على الناس والناس أكيد يقولون لا واصلوا واصلوا نجلس نقرأ سبحان الله يعني سطرا من كلام النووي وكما ترون نتحدث أكثر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلته يعني التي أخذ منها الإمام النووي ولا نشبع ولن نشبع ولكن علينا أن نرعي حوال إخواننا وأوقاتهم نسأل الله أن يعفوه عنه وعنهم وهذه محسوبة على الشيخ خالد ليس محسوبة من وقتي الشيخ خالد هو الذي ورطنا في هذه الحكاية فستزيدونني خمس دقائق إن شاء الله الله يجعل ما تذكر في ميزان حسناتك شيخنا الله أمين تفضل الشيخ خالد فصل في نية طالب العلم قال العلماء ولا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية فقد قال سفيان وغيره طلبهم للعلم نية وقالوا طلبنا العلم لغير الله تعالى فأبى أن يكون إلا لله معناه كان عاقبته أنصار لله تعالى نعم كما يأتي بعض أهل البدع وربما يأتي بعض سبحان الله حتى الكفر بالله يقول لك أريد أن أتعلم القرآن هذا ماذا سيفعل بالقرآن الكريم أنت تقول أن القرآن هذا محرف أنت تكفر بهذا القرآن ماذا تريد بهذا القرآن فهذا نيته فاسد على كل حين نسأل الله العافية ولكن أنت نيتك صالحة علمه لله وأخلص نيتك ولعل إخلاص نيتك سبحان الله قد يفتح في قلبه شيئا لم تكن تتوقعه والقرآن هذا سبحان الله ما وضع في شيء إلا وسعه فلعل الإنسان يحمل هذا القرآن ويكون فاسد النية كما يقال بنسبة مئة بالمئة لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن في يوم من الأيام يضيء هذا القلب ويصلحه وما ذلك على الله بعزيز يسأل الله العفو العافية نعم يا شيخ خالد أحسن الله إليكم فصل في آداب المعلم ويصون يديه في حال الإقراء من العبد وعينيه من تفريق نظرهما من غير حاجة ويقعد على طهارة مستقبل القبلة ويجلس بوقار وتكون ثيابه بيضاء نظيفة وتكون ثيابه بيضا نظيفة وإذا وصل إلى موضع جلوسه صلى ركعتين قبل الجلوس سواء كان الموضع مسجدا أو غيره فإن كان مسجدا كان آكد فإنه يكره الجلوس فيه قبل أن يصلي ويجلس متربعا إن شاء أو غير متربع وروا أبو بكر أزاك الله خير رضي الله عنك الإمام النووي هنا يتحدث عن صفات المعلم أو المتعلمة عفوا المعلم أو المعلمة لأن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء في الشريعة الإسلامية إلا بدليل شرعي فإذا جاء المعلم إلى هذا المجلس ليقرأ الناس سبحان الله أولا كما قلنا عليه أن يكون قد صحح نيته بفضل الله سبحانه وتعالى والله إذا رأى منك خيرا فإنه يوفقك أمر الثاني إذا جلست أو قبل أن تأتي تأتي بثياب طاهرة إذا كانت بيضاء فهي أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لأرشادي عليه الصلاة والسلام لذلك ولذلك أرشدنا إلى تكفيل الموتى في البيض فإذا لم يكن أبيضا المهم يكون طاهر يعني إنسان إذا كان عنده الوقت سبحان الله كان عندك الوقت وجئت لا يا أخي إنسان يأخذ يعني كما يقال شيء من الماء يغسل نفسه ويهيئ ثياب طاهرة ويأتي ويجلس لأنك أنت لست وزيرا أنت لست أميرا أنت لست تاجرا أنت معلم القرآن يجب أن تظهر جلالة القرآن عليه فإذا جلست في المجل طبعا إذا جئت وكنت متوضئا وعلى هيئة طيبة سأني صلي ركعتين خاصة إذا كان في المسجد تحية المسجد ويجلس بهدوء وروية ولو رحت أقص عليكم قصص العلماء وهم يسردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون الناس كيف كانوا يأتون ربما الإنسان متوقعش يقول لك هذا يعني يحكي لنا حكايات وهي كانت حكايات واقعية أخبار واقعية يكفي أن تعلموا أن الإمام مالك كان يحدث مرة بحديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجهه يصفره ويبيضه علامات الألم يعني فلما أنهى ولم يقطع الحديثة ولم يقطع الحديثة فلما أنهى قيل له في ذلك قال لدغتني عقرب أكثر من كذا لسعة فكرهت أن أقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أدب عجيب جدا لهؤلاء العلماء فإذا جلس الإنسان فعليه أن يكون متأدبا بأداب النبوة بأداب النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يورى عليه إلا السمت العظيم ولذلك أخذ العلماء هذا السمت من أخباره عليه الصلاة والسلام ومن سمت أصحابه رضي الله عنه كان الإمام أحمد يجلس عنده مئات أو آلاف الطلاب فكان عدد قليل جدا نسبة قليلة جدا كانت تكتب العلم الذي يقوله الإمام أحمد في حين أن البقية كانوا يجلسون فقد يراقبوه الإمام أحمد كيف يتكلم؟ كيف يسكت؟ أين ينظر؟ كيف ينظر؟ كيف يجلس؟ يتعلموا السمت السمت يعني صيفات المعلم كيف يدير الحلقة ولذلك سبحان الله من أخذ سمت العلماء فإنه يكون على نور وبينة ويصير كلامه مقبولا بعض الناس سبحان الله يكون عنده علم غزير ووفير لكنه لم يتلك سمتا إذا جلس حلق بعيونه أو انشغل كما قلت لكم بهاتفه أو شيء من ذلك أو الطالب يقرأ وهو غير مركز معه أو يتحدث عن فلان وأبوك ماذا فعل؟ وكيف حصل الأمر الفلان؟ هذا كله لا ينبغي عليكم السلام ورحمة الله هذا كله لا ينبغي على كل حال ويجب الإنسان أن يعلم أنه يقلد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جلس النبي فعلم أصحابه رضي الله عنهم القرآن الكريم هذا جلس جبريل عليه السلام يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ جبريل القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وكان النبي يحاول أن يقرأ ما يقرأه جبريل بسرعة حتى لا ينسى فنزل توجيه إلهي له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إذا قرأناه فاتبع قرآنه فكان النبي بعدها عليه الصلاة والسلام إذا جاء جبريل طبعا أنا أتحدث بسرعة لأني أخشى أن أطيل أكثر مما أطنى كان لا يحرك لسانه ولا يتحدث لأن القرآن جمع في صدره وكان يدعو الناس الذين يحضرونه فيقرأ عليهم يقرأ النبي بفمه الشريف والصحابي يسمع بأذنه ثم الصحابي يقرأ بفمه والنبي يسمع بأذنه الشريف وإذا كان هناك سقط أو خطأ أقامه وإذا كان خلاء صحيح أقرها وهكذا ثم يذهب الصحابي إلى أمه أبيه إخوانه طلابه وهكذا انتقل القرآن يقول الحبا من فم إلى أذن إلى فم إلى أذن إلى هذا الزمان وإلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيخ خالي تفضل أحسن الله إليكم وروا أبو بكر وروا أبو بكر بن أبي داوود السجستاني بإسناده وروا أبو بكر بن أبي داوود السجستاني بإسناده أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ الناس في المسجد جاثيا على ركبتيه نعم هذا من باب التواضع وإعظام القرآن الكريم لكن لو كان الإنسان مثلا عنده ألم في ظهره أو لا يستطيع أن يثبت أو تركيزه ربما سيختل إذا جلس بهذه الطريقة بعض النساء لا يستطيع أن يقف عفوا أن يجلس مدة طويلة هكذا فيمكن أن يتخذ كرسيا لا بأس في ذلك لكن الفكرة العامة التي على المعلم أن يخرج بها كما أنه يعلم أنه أفضل الناس فليعلم أنه على أمر خطير جلل فإنه في مزلقة ممكن أن تزلق يعني أن تزلن به القدم مزلة مزلقة إلى النار نسأل الله لنا ولكم تمام العافية الشيخ خالد من العلامات المنافق أنه إذا وعد أخلف بقيت تسع دقائق ونختم الساعة فلعلكم تختمون حتى لا يقال عني أني أخلفت الموعد يعني نأخذ فصل أيضا أو فصلين حتى نكمل الساعة أنا أقول أنني يعني الآن خلاص إذا أردتم أن تتوقفوا توقفوا أما إذا أردت الشيخ خالدي وواصل فعلى مسؤوليته نواصل لأننا لاحظت أنه بعض الأخوة دخلوا للتو والأخوات فلعلنا نواصل يعني إن شاء الله نكمل ثمان دقائق من بعد إذركم لما يبقى على الساعة إلا ثمان دقائق نعم ونحن نعتذل نعتذل للإخواء الذين نأخذ من وقتهم نحن نعتذل نعم ثمان دقائق لا نضيف عليه شيء آخر الناس عندها أشغال وكذا واحتلاء من لهم منها رضي الله عنه أبشر أبشر شيخ أحسن الله إليكم فصل في إعزاز العلم ومن آدابه المتأكدة وما يعتنى بحفظه ألا يذل العلم فيذهب إلى مكان ينسب إلى من يتعلم منه ليتعلم منه فيه وإن كان المتعلم خليفة فمن دونه بل يصون العلم عن ذلك كما صانه السلف رضي الله عنهم وحكاياتهم في هذا كثيرة مشهورة نعم العلم يؤتى ولا يؤتى إليه العلم يؤتى ولا يؤتى إليه العلم مرة ثالثة يؤتى ولا يؤتى إليه وهنا قصة جميلة جداً لإمام بن الجزاري ولن أذكرها على كل حال في قضية العلم فلعل مرة قادمة شاء الله نذكرها كان هناك طالب يتمنى أن يقرأ على الإمام بن الجزاري وإمام بن الجزاري سبحان الله سنذكر طيب سنذكر فكرة عامة عن القصة حتى لا نضيع الوقت الإمام بن الجزاري بلغه هذا الأمر وهذا الإنسان الطالب هذا كان يتمنى يعني مونى حياته وعيونه أن يقرأ على الإمام بن الجزاري الشهير لكن السلام ورحمة الله وبركاته لكن وين هو الإمام بن الجزاري الإمام بن الجزاري رحمه الله جزا الله خير سافر سافر إلى حيث يسكن هذا الطالب الفقير فلما علم خبره جاءه الخليفة وهنا محل الشاهد جاءه حاكم المنطقة وقال له يعني أنت معلم أولادي أولا مستحيل أن يقرأ أحدا قبل أولادي إجلالا لهذا العالم فأعطاه يعني دابة وسائسا يعني سيارة وسائق وفرض لهم من بيت مال المسلمين قال يقرأ أولادي عليك أولا ولذلك محمد الفاتح الذي فتح إسطنبول يعني المعروفة الآن إسطنبول هي كتل قسطنطينية وقد حاول الصحابة فتحها ولم يتيس لهم ذلك حتى جاء هذا الرجل تعلم عند عالم جليل وأول ما جمعه المجلس به هذا محمد ابن السلطان كان صغير يعني فهو ابن الملك وكذا بدل منه شيء ربما قلت انتباه فضربه الشيخ ضربه وكانت أول مرة يضرب وتعلم على إثرها الأدب فالعلم عزيز لا نذله أيها الحبة بعض الناس تجدهم وهم حمل الكتاب الشريف سبحان الله يجلسون عند القبور يقرأون على الأموات يتتبعون الجنائز ولا شيء محزن ومزعج ومؤسف نسأل الله العفو العافية القرآن عزيز لا يذل العلم عزيز يؤتى ولا يؤتى إليه نسأل الله أن يجعلنا ممن يعزهم الله بالعلم ويجعلنا من الذين يعز الله العلم بهم اللهم أمن نعم شيخ خالد أحسن الله إليكم فطل في كوسيع مجلس العلم وينبغي أن يكون مجلسه واسعا ليتمكن جلساؤه فيه ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خير المجالس أوسعها رواه أبو داود في سننه في أوائل كتاب الأدب بإسناد صحيح من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نعم هذه من الأداب التي تكون في الحلقة يعني إذا كان من الممكن أن نجلس في مكان وكما قال الله سبحانه وتعالى تفسحوا في المجالس فافسحوا يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات فيوسع وإذا دخل إنسان غريب وهذا عادة ملاحظ لعلكم ترون ذلك إذا دخل إنسان غريب غالبا قد يصبه الإحراج أو يستحي أو يخجل فإذا رأى المجلس واسعا والشيخ ينادي عليه يقول تفضل يا مرحبا أهلا وسهلا أكرمنا اجلس معنا الله يحفظك اجلس كذا فهذا يكون دافعا لأنك يعني يكون عندك طالب آخر لعل الله يفتح له فتح لم يكن متوقعا وقد جاء في الحديث لا لا لم يأتي في الحديث لم يأتي في الحديث تفضل الشيخ خالد أحسن الله إليكم شيخنا لعلنا شيخنا من بعد إذنكم نتوقف هنا لأنه بعد ذلك ندخل في آداب المتعلم ونرى إن كان هناك أسئلة أو تعليقات في المجموعة إذن وقد جاء في الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ثلاثة دخلوا المسجد وجدوا حلقة فجلس أحدهم إلى الحلقة وجلس آخر خلفها وثالث انصرف فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم درسه قال ألا أنبئكم عن خبر الثلاثة قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله أني جالس في الحلقة وأما الآخر ثاني استحيى فاستحيى الله منه وأما الآخر أعرض فأعرض الله عنه نسأل الله العافية ولذلك أيها الأحبة الجالس في الحلقة سواء كان معلما أو متعلما أو مارا له أجر عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وقد أخرج الإمام مسلم عديثا جميلا جدا جدا في ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن لربنا سبحانه وتعالى ملائكة يتبعون حلقات الذكر فإذا وجدوا حلقة جلسوا فيها فإذا قضيت الحلقة ارتفعوا إلى الله فيسألهم الله طبعا والله أعلم لكن الماء يخلي ربي سبحانه وتعالى يجعل الملائكة تتكلم فتصف هؤلاء الناس وهذه فضل عظيمة جدا سبحان الله يقول أين كنتم أو من أين أتيتم يقولون أتيناك هذا وصف الملائكة يا سلام أتيناك من عباد لك يسبحونك ويهللونك ويكبرونك لهم إحنا بإذن الله كما في هذه الحلقة سبحان الله الحمد لله لا إلا الله والله أكبر قال فيقول لهم الله سبحانه وتعالى ماذا يسألونني ما هي بغيتهم لماذا جلسوا طبعا وربي أعلم قال فتقول الملائكة يسألونك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة قال فيقول الله لهم وهل رأوها قال فتقول الملائكة لا يا رب قال الله كيف لو رأوها إيش خالد حوار حوار بين ربي سبحانه وتعالى وبين الملائكة على شرفك أنت وعلى شرف إخوانك الحاضرين في الحلقة مدام هناك إخلاص ومحبة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال هل رأوها قالوا لا يا رب قال كيف لو رأوها قالوا لو كانوا رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومما يستعيذونني قالوا يستعيذونك من النار الله ما إننا نعوذ بك من النار قالوا هل رأوها قالوا لا يا رب قال كيف لو رأوها قالوا لكانوا أشد منها هربا اسمع يا شيخ خالد قال فيقول الله أشهدكم يا ملائكتي أشهدكم يعني أيها الملائكة اشهدوا عليه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أحدا أن يشهده لا لا يحتاج أحدا ولكن لشرف هؤلاء المتعلمين وشرف ما معهم من العلم ولشرف إخلاصهم إخلاصهم أنهم أرادوا الله سبحانه وتعالى فقط يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم غفرت لهم معنى أني سترت عيوبهم غفرت لهم يعني سترت عيوبهم أني قد غفرت لهم سبحان الله الملائكة تقع في إحراج يعني هناك تعليق صغير يحبوا يقوله الملائكة ما هو قال فتقول الملائكة يا رب طبعا أنت أعلم العالم لا سبحان الله أعلم بحال الناس جميعا يعني ما يمكن أن يخيب على ربنا شيء يقولوا عدنا نقطة صغيرة يعني المعنى يعني يقولوا يا ربي إن فيهم عبدا فلانا خطاءا ما قالوش مخطئ يا شباب يا إخوة قالوا خطاءا على وزن فعال سيقة مبالغة يعني كثير الذنوب إن فيهم عبدا فلانا خطاءا كثير الذنوب أبي اسمعوا يا شباب مرة مرة فجلس معهم يعني هذا كأنه جاء يبحث عن أبيه ويقول له يا أبي يريدونك في البيت فأبوه قال له اجلس اجلس دقيقة خلاص سيختم الإمام أو ربما أتى يبحث عن جوال أو مرة فقيل له اجلس دقيقة وحيدة وهو لا يرغب في الجلوس ولم ينوي الجلوس ومالوش دعوة خلاص بهذا الأمور هو خطاء يعوم في الخطايا والذنوب نسأل الله العافية قال فيقول الله وله قد غفرت لهذا الخطاء وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بجليسهم أحد هذا فضل مجالسة الصالحين أيها الأحبة وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بجليسهم أحد إن شاء الله نسمح إن شاء الله الملائكة تصعد إلى ربنا ونقول في ختام هذا المجلس اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إن نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولأبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأحبابنا وأولادنا والمسلمين والسامعين بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم أعذنا من النار اللهم أصلح حالنا وبالنا ومآلنا ومالنا وعيالنا وأرحامنا وأحبابنا فيك والمسلمين اللهم أمين صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله فضل الشيخات أساك الله كل خير شيخنا الله يكتب عليك ورفعه قدرك والشكر ومنصول جميع الأحبة الذين حضروا معنا هياكم الله ويتجدد لقاء بكم بعون الله في الأسبوع القادم في كل خميس عند التاسعة والنصف مساء شيخنا المعدة تسعة ونصف مساء أن نثبته نعم لو إن شاء الله يتسع صدركم لي قليلا إلى حين أن يرتفع المعدة قليلا الآن حوالي إن شاء الله إن شاء الله نعود إلى التوقيت المعتاد الذي تريدونه جزاكم الله خير إذن إن شاء الله نلتقي عند التاسعة والنصف مساء هذا اللقاء لقاء هام وجوهري وأساسي لكل من له علاقة بكتاب الله تبارك وتعالى تعلما أو تعليما يفترض أن الإنسان يمر على كتاب التبيان مرة بعد مرة كل كلمة في هذا الكتاب تعتبر كنز كأنما تنفتح للإنسان هذه الكنوز بكثرة مروره وقراءته لهذا الكتاب واستشراحه واستفهام معانيه نسأل الله أن ينفعنا بهذا الكتاب ويكتب أجر مصنفه وشاريحه وكل من استفاد منه سبحانك اللهم ومحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زاك الله خير شيخنا الله يحفظك الله يرضى عنكم تفضلوا جميعا إن شاء الله مأجورين مباركين السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله